موسيقى حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساءا احط الاسلام المرأة وخصها بكثير من الرعاية وحسن التكريم والمعاملة ابنة وزوجة وأختا وأما ومسؤولة وعالمة وصانعة قرار وربة بيت وفي الخطاب القرآني لا فرق بين الحكم الشرعي الموجه للمرأة أو الرجل والخلاف بينهما بيولوجي قح والنساء يماثلن الرجال في القدر والمكانة ولا ينتقس منهن أبدا كونهن نساء وفي ذلك قال الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو يؤصل لقاعدة مهمة إن النساء شقائق الرجال والجاهلية العربية والغربية التي كانت تأيد المرأة وتعدم حقها في الحياة والوجود ألغاها الإسلام فعاد لها الاعتبار بالكامل قال الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت جعل الإسلام الإحسان إلى المرأة موجبا لدخول الجنة قال الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار ثم أمر الرسول بتعليمها فقال أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران المرأة بين التقاليد والإسلام محور حلقة اليوم من برنامج ألف لاميم ويشاركنا في النقاش من تونس أستاذة الحضارة العربية والإسلامية والشؤون النسوية أيضا في جامعة المنوبة في تونس الدكتورة آمال جرامي ومن القاهرة أستاذة الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر الأستاذة آمنا نصير وضيفتنا في الاستوديو عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية الدكتورة سهب عيون المتخصصة في الحضارة الإسلامية في الأندلس والتي لديها عشرات المؤلفات والبحوت كلها تتعلق بالحضارة الإسلامية مشاهدين مرحبا بكم جميعا دكتورة سهى المرأة ذلك الكائن الدقيق الرقيق الذي علقت عليه الأديان الفلسفات الأشعار كيف كانت في الجاهلية قبل أن ندخل بشكل سريع طبعا نتناول وضعها في عصر الجاهلية قبل أن ندخل إلى موضوعنا المرأة بين التقاليد والإسلام بسم الله الرحمن الرحيم المرأة في الجاهلية لم يكن لها أي مكانة مثلها مثل المتاع ملك الرجل ليس لها مكانة لا تورس توأد وليس لها أي حقوق مثلها مثل أي متاع ولكن جاء الإسلام وأعطاها مكانة جليلة في المجتمع حتى أنه عندما يتوفى عنها زوجها تحد عليه شر حداد ولم يكن هناك عدد معين للطلاقات أو لتعدد الزوجات فلم يكن لها أي مكانة في الجاهلية نعم كانت تتخذ متاعا إذن؟ نعم متاعا ومثلها مثل أي أي شيء يقتنيه الجاهلين نعم يملكه الرجل نعم وليس لها حق بأن تورس أو التعامل البيع والشراء فلم يكن لها أي مكانة أي قمة في المجتمع كانت عدد من كانت نكرة هل لك ما توضيفينه دكتور أمال الجرامي؟ نعم مساء الخير وتحية إلى زميلتي وصديقة الدكتور أمنا نصير أو للأمر تعقيب قد اختلف مع ضيفتك من بيروت في مسألة التعميم لأنه لا يمكن أن نتحدث عن النساء في فترة ما قبل الإسلام وكأنهن عشنا منزلة متدنية هناك حسب القبائل وحسب المناطق الجغرافية وحسب مكانة المرأة إذن هناك اختلاف وينبغي التنسيب وعدم التعميم وإلا بما نفسر منزلة التاجرة السيدة خديجة بنت خويلد وبما نفسر حكيمات العرب وبما نفسر استشهاد كتب الطبقات وغيرها من كتب التراث بالأدوار التي لعبتها مجموعة من النساء الشهيرات اللواتي كنا ذوات حكمة وذوات رأي وذوات أدوار فاعلة في مجتمع ما قبل الإسلام نعم دكتور أمال الجرامي كأنك تغمزين بقناة هل تريدين القول أن ما يريده الإسلاميون في الخطاب الإسلامي ومفردات الفكر الإسلامي أن المرأة في الجاهلية كانت عدما كانت توأد لم يكن لها أي دور وأن الإسلام هو الذي أعطاها الاعتبار الشخصاني والحضاري هي مقولة ربما بعيدة عن الصحة الحضارية والعقلية بعيدة عن الدراسات الموضوعية والمناج الأركيولوجية اليوم والاستفادة من عديد الوثائق المتوفرة تسمح لنا بأن نتحدث عن تمثل لفترة الجاهلية بمعنى ما نتصور أنه كان سلبيا حتى نستطيع أن نبني عليه الإيجابي والحال أننا ينبغي أن نعترف بأدوار نساء التاريخ سلسلة من التراكمات هناك أدوار ناصعة تعرفون جميعا الخنساء إذن تعرفون جميعا زوجات الرسول ممن كنا قبل الإسلام بمعنى لا يمكن أن نتحدث عن السيدة خديجة وكأنها كانت في مرحلة دونية في قبيلتها والحال أنها كانت امرأة معروفة بحكمتها ومعروفة بحسن تدبيرها للمجال التجاري وهناك مبادلات تجارية كانت تشرف عليها إلى غير ذلك حتى في مجال المعارف المعارف الذن الكاهنات والنساء اللواتي كانت لهن خبرات بالصيدلة بمفهوم ما بين ذفرين الصيدلة إذن التطبيب النسائي إلى غير ذلك إذن هناك أدوار أتصور أن الفكرة اكتملت لكن قبل الذهاب متقدمين للمحاور الأخرى كأن الجاهلية والإسلام هي إضافات من العقل الإسلامي القديم والمعاصر وكأن الإسلام تريد أن تقول الدكتورة أمال لم يضف الكثير إلى المرأة التي كانت موجودة في المجتمع ما قبل الإسلام ربما لا تفضل مصطلح الجاهلية كانت موجودة كتاجرة كشاعرة كفارسة كمثقفة كصيدلية كعالمة لذنما إذن دكتورة سوها نقول أن المرأة في الجاهلية كانت تعدما ولم تكن موجودة نهائيا نعم ولكن قبيل الإسلام نرى أن الأشياء تغيرت ولكن بشكل أنا أحكي كشكل عام كشكل عام أن المرأة في الجاهلية لم يكن لها أي مكان كان مثلها مثل أي متاع ملك الرجل لا يحكوا لها في القرس وفي أشياء كثيرة وجاء الإسلام وأعطاء حقوقها قبيل الإسلام نرى أن في أشياء تغيرت ولكن أنا أتكلم عن المرأة بشكل عام في الجاهلية ما الذي أعطاه الإسلام للمرأة على سبيل المثالي؟ مثلا حق في القرس في البيع والشراء أعطاها مكانة عالية سوى بينها في الخطاب الديني بينها وبين الرجل مثلها مثل الرجل في المكانة الاجتماعية في البيعة الانتخاب بمعناها الاصطلاحي اليوم مثلها اختيار الحاكم نعم لها انتختار الحاكم الذي تراه مناسبا نعم يعني نفس الحقوق لها وللرجل والواجبات والتكليف لا يوجد أي فرق بالنسبة للمستوى الاجتماعي بالنسبة للمكانة الاجتماعية مثلها مثل الرجل والخطاب الديني لها وللرجل على حد سوا إذن جاء الإسلام وأخرج المرأة التي كانت في الجاهلية في موقع العدم إلى موقع الوجود من موقع ربما التأثر إلى موقع التأثير من موقع الانفعال إلى موقع الفعل الحضاري أيضا دكتورة أمال هل بالفعل الإسلام هو الذي صنع شخصانية المرأة وجعل لها وجودا فكريا ثقافيا سياسيا وهل الفترة الفاصلة بين الجاهلية وهو مصطلح بات سائدا اليوم في الخطاب الإسلامي وحتى العربي المرأة في الجاهلية شيء وفي العصر الإسلامي إلى يومنا هذا أي مد بداية الإسلام كدين رسالي خاتم المرأة أصبحت شيئا آخرا أصبحت شيئا هذه مسألة التشيئ المرأة نحن نختلف معك في استعمال هذه العبارة والله والله يا سيدتي أقسم لك بالله أني أقبل قدم أمي يوميا أقبل قدم أمي يوميا لم أقصد بالشيء الشيئية الفلسفية إنما قصدت الشيئية اللغوية ليس إلا فلا تحمليني ولا تصوي بي ضد دكتور أمال تعرف يا سيدي أن اللغة تفضح أحيانا ما يفكر فيه صاحبة ولذلك أنبه إلى مسألة الانتقاء لعبارات الملاحظة الثانية وهي أن ينبغي التدقيق في استعمال مصطلح الإسلام لأنه الإسلام بأي معنى هل هو الإسلام النص القرآني مجموعة الأحكام التي تخص منزلة الفرد في المجتمع سواء كان رجلا أو امرأة أو الإسلام المعيش كما نعيشه إذن حسب الممارسات وحسب رؤية الناس لوجودهم وكيف يتصورون هذه الممارسات وتفاعلهم مع النص القرآني الملاحظة الثانية وهي أن الإسلام عندما نزل لم ينزل في بيئة الجزيرة العربية وهي بيئة خالية الذهن من وجود ثقافة أخرى ولذلك النص بنية تاريخية ثقافية لغوية تفاعلت مع ما هو موجود بمعنى تفاعلت مع الديانات السابقة كاليهودية والمسيحية والصابقة وغيرها وتفاعلت أيضا مع ثقافات متعددة وهنا لابد من الانتباه إلى أن الإسلام النص راعى إذن وجود هذه العوامل وهذه مسألة التثاقف بين الديانات وبين الثقافات ولذلك حسن من وضعية المرأة مقارنة مع ديانات أخرى وإذا نظرنا إلى الأحكام إذن هي تنطبق على تاريخية السياق الذي نزل فيه بمعنى أنه لم يستطع أن يتجاوز العقليات والبنى الذهنية السائدة في عصره بمعنى لم يستطع أن يسوي مثلا فيما الإرث بين الرجل والمرأة والحال أن العقلية لم تكن مهيئة نعم بالتأكيد سوف نعالج كل هذه التفاصيل وهي مهمة جدا لكن دعيني أن تقل إلى الدكتورة سهى بعيون مجددا دكتورة سهى أشارت الدكتورة أمال بالتأكيد استمعت إليها إلى أن الإسلام يعني ليس وحده الذي أعطى للإسلام تلك الصلاحية كإنسان فاعل في الحياة كما أن الإسلام مثلا في حق الإرث ولذكر مثل حظ الأنتين فهو لم يعدل في هذه الحالة إنما أعطى للرجل ما لم يعطيه للمرأة وهي ترى أن ذلك ليس من موقع العدالة هل لك ما تضيفينه أو ما تعلقين عليه في سياق كلامها الإسلام أعطى حقوق للمرأة في الإرث كانت من قبل في الجاهلية لا ترث نعم لا ترث أعطاء حقوقها أعطاء مكانتها لكنها تقول أعطاها نصف حق الرجل لأن حكمة في ذلك الرجل عنده مسؤوليات أكثر أما من قبل لم تكن تورس ولكن أعطاها حق في الإرث في البيع والشراء أعطاها مكانة عالية في المجتمع ربما في المجتمع العربي الذكوري ذلك اليوم كان تعباء الرجل كثيرة وبالتالي عندما يكون عنده مال وفير هو الذي يسرف على الجميع أنصح التعبير ربما حتى على قبيلته كما أن المرأة عندما تذهب إلى زوجها وإلى بعلها في ذلك الوقت كانت المرأة غير منتجة للقمتها لاقتصادها فكان الرجل هو الذي يعيلها في كل التفاصيل ربما هذا اللحاظ البشري في سيكولوجية الإنسان العربي أنا داك هو الذي جعل هذا التفصيل قائما أليس كذلك؟ نعم أكيد وماذا عن الأمور الأخرى التي تحدثت عنها أنه ليس الإسلام وحده الذي خص المرأة كل الديانات كل الفلسفات كل الأفكار ساهمت في صناعة إيجابية المرأة نعم ساهمت ولكن الإسلام هو الذي أعطاها الحقوق يعني نجد لها حقوق أكثر من باقي الديانات في الإسلام أعطاها حقوقها في أشياء كثيرة لم تكن عند هذه الحقوق من قابل يعني هنا الدكتورة سوها بعيون يريدوني يعني نقد للواقع العربي والإسلامي عندما تدخلين للمساجد تسمعين أن كل الخطباء والمشايخ وأن الإسلام كرم المرأة وقدس المرأة فإذا جاءت مرأة تنتقد هذا الشيخ قال لها العنة الله عليك لا بلا أسمع إلى قولك يعني نحن مصابون بداء الشيزوفرينيا وانفصام الشخصية فجمع نقول قال الإسلام المرأة مقدسة ونحن نهينها نقول الإسلام يقول أن المرأة عظيمة وعملاقة ولا نسمع لرأيها يعني حتى الحركات الإسلامية التي تقول المرأة عملاقة كل أعضاء مجلس الشورى من الذكور والرجال والمرأة المسكينة يخصصونها لجلب الشاي إلى المشايخ وإلى رواد الحركة الإسلامية كيف يستقيم هذا كيف تقنعين الدكتورة أمال عندها أن الإسلام أعطى الحق للمرأة هذه المسألة الخطيرة يعني نجد فجوة بين التعليم الإسلامي وبين التطبيق على الواقع هذه المسألة مهمة يعني شديدة الأهمية في فجوة فجوة عميقة بين التطبيق نعم ولكن الإسلام أعطاها كل الحقوق مثلها مثل الرجل ولكن هي المسألة الخطيرة في التطبيق نعم أن هذه الفجوة المهمة في مسألة التطبيق نعم دكتور أمال هل صحيح أن الخلل في التطبيق والممارسة الإسلامية هي التي أنتجت مظلومية عارمة في العالم الإسلامي يعني معظم المتعلمين من الرجال فيما المرأة لم تنل حظها من التعليم وأنا هنا لا أتحدث عن تونس التي كانت فيها تجربة متقدمة من حيث إنصاف المرأة لكن عندما تكلم عن بنغلديتش باكستان بعض الدول العربية المرأة لا تعرف الألف والباء والتاء والثاء والخاء والجيم والحاء هل الخلل في النظرية الإسلامية أم لا في الممارسة الإسلامية بالتالي في عادات المسلمين غير المسلمة الخلل في اعتقادي هو عندما يتحول النص إلى الواقع المعيشة عبر وسيط وهو المفسر القراءة التأويلية للنص القرآني هي بالضرورة كانت منذ عقود بل أكاد أقول قرون هي قراءة ذكورية في معظمها حتى لا أعمم ولذلك الذين قرأوا النص قرأوه من خلال تصورهم لمنزلة المرأة من خلال عصرهم من خلال ثقافتهم وأحيانا من خلال بنية نفسية قد نجد فيها ذكريات شروخ نفسية عطب نفسي يعني دكتورة أمال فقط دكتورة أمال ملاحظة إبستمولوجية منهجية من تقصدين بمفسر النص يعني أكلميني بوضوح وبجرأة كما عاهدنا من هو هنا أتحدث عن المنظومة التفسيرية أي رجال التفسير بدءا بالطبري والبيضاوي والزمخشري والرازي وغيرهم كثيرون إذن هذا عن القراءة التفسيرية ولكن القراءة الفقهية أيضا ونجد اليوم الذين يؤثرون في شبابنا مثل أقوال ابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم كثيرون إذن هناك قراءات تدني من شأن المرأة يكفي أن أحيل هنا على كتاب ابن البطنوني في القرن التاسع للهجرة إذن في كتابه إزدال الكساء على عورات النساء وهو يصف فيه المرأة إذن بطريقة تعتبرها شيطانا وفتنة ويختزل حضور المرأة في بث الفوضى في المجتمع ولذلك هو يتوجه بالقراءة إلى الرجل حتى يأخذ حذره وحتى يحكم تدبير هذه المرأة حتى لا تتجاوز حدودها وتهلكه إذن هذه القراءات وهي إنتاج البشري يعني عندما قلت أن ابن تيمية ظلم المرأة هل هو الذي جنع على هذه المرأة مثلا في بعض الدول حتى يحرم عليها أن تسوق السيارة ونحن في القرن الواحد والعشرين مع الأسف القراءات المستنيرة للنص القرآني غيبت وهمشت فقط القراءات المتشددة هي التي تجد اليوم رواجا وتجد آذانا صاغية ولعل أقول أذهانا تتقبلها وتمارسها باستمرار إذن في الواقع المعيش ولعل السؤال المطروح هو لماذا لا نقرأ التراث برمته ونقوم بعملية انتقاء فنركز على الجوانب المذيئة في هذه العملية البشرية في قراءتنا للنص ونطورها نحو قراءة مقاصدية وهنا أحيل على المقاصدية بمفهوم الشاتبي وهو أندلوسي عندما طلب منه أن نقرأ النصوص قراءة سهمية أي تبحث عن منظومة قيم في مقدمتها العدالة والمساواة والفرية والكرم يعني صحيح يوصف راهننا العربي بأنه راهن الثورة ولا عرف ده كنا سوف نتنفس الصعضاء حضريا من خلال هذا الحراك والحراك لكن أنت تطالبين بثورة في النص الإسلامي دعيني فقط أنتقل إلى الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر مرحبا بك دكتورة آمنة مرحبا بكم وبمشاهدينكم أهلا وسهلا دكتورة آمنة تقول الزميلة الأستاذة أمال جرامي من تونس أن تفسير النص القرآني والنبوي ظلم المرأة إلى أبعد مدى وأن رجالا كابنة الجوزية كابنة القيم كابنة تيمية سرقوا من المرأة حق الوجود الفعلي في صناعة الفعل السياسي الفعل الحضاري في أن تكون متكاملة الحقوق لماذا القرآن أعطى المرأة الحق في أن تكون سيدة وجاء الفقهاء وسلبوها هذا الحق هل توافقين مبدئيا على ما ذكرته الدكتورة أمال بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكرته الصديقة الدكتورة أمال قرامي له جانب كبير من الصحة والصحة بمعنى أن للأسف ثقافة هذه المراحل الأخيرة من القرن العاشر الهجري إلى هذا اليوم ثقافة فيها اعتساف لحقوق المرأة بأنهم يأخذوا من النص ما يبتعد عن عدل الشريعة الإسلامية للمرأة وأنا أود أن أقول لهذا الخطاب الذي اختلط فيه الهوى واختلط فيه الموروس الثقافي واختلط فيه العرف الاجتماعي واستقطاع بعض المواقف وبعض النصوص لصالح هذا التراث وهذا المراس ولم يعودوا إلى عدل الشريعة الإسلامية كما نزلت على سيد الخلق والمرأة في الإسلام لم تظلم لا في كبيرة ولا في صغيرة ورب العزة سبحانه وتعالى الذي يقول هذا الكلام بأنه يعني كل إنسان لا يظلم فيما يقدم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض إنما الذي ضيع حق المرأة هو كما قلت هذا الموروس الثقافي وهذه الأعراف وأنا نية أخ الرجل للأسف وحتى دور المرأة عندما نقارن دورها منذ العهد الأول في عصر الصحابة وأنا عندما تصار مثل هذه القضايا أقول دعوني أنا أستمتع بما استمتعت به أخت الصحابية في عهده صلى الله عليه وسلم المرأة في العهد النبوي مارست كل ما يمارسه الرجل من باعة والبيعة عمل سياسي بالدرجة الأولى فالمرأة باعت باعت العقبة الأولى وسميت ببيعة النساء وباعت في باعة العقبة الثانية وأذكر أفسد دلالة أن المرأة في باعة العقبة الأولى عندما تصف نسايبة بنت كعب نعم كنت أنا رأت معي أسماء بنت عام وكان معنا 72 رجلا وسرنا في الليل نتحسس طريقنا كالقطع يعني لكان في أهانة للمرأة أنها تبقى في خلوة ولا فيها فتنة ولا لها ولا عليها أبدا ما رسد بكل الاعتداد والكبرياء والأنف والإباء النفسي والأخلاقي مع عدد قليل من الرجال في باعة العقبة الأولى نعم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أم هاتهم إن أم هاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاد دون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم من جديد لمن أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج موضوع المرأة بين الإسلام والتقاليد مع ثلاثة من الباحثات المؤلفات الرائعات الدكتورة السهى بعيون من لبنان الدكتورة مال لقرامي من تونس والدكتورة المبدعة أمين نصير من مصر وقد كنت دكتورة آمنة تتحدثين عن المرأة في بيعة العقبة دعينا نأودي لعصر العقاب الإسلامي اليوم برز إسلام تكفيري إسلام يؤمن بالدم بالنحر بالدبح بقطع الرقاب من الوريد إلى الوريد بجلد المرأة بدبحها بحراق وجهها إذا لم تكن بدون حجاب ماذا عن المرأة المسلمة اليوم في العالم الإسلامي وهي تحرم من قيادة السيارة من أن تكون رئيسا ما رأينا على سبيل المثال مرأة رئيسة للعالم الإسلامي أو في العالم الإسلامي هذا صحيح التعبير نعم ولا توجد في مؤسسة ذات بال يعني إلى الآن لا توجد رئيسة جامعة امرأة رغم أن أستاذية المرأة في جميع الجامعات لا تقل لا علما ولا أداء ولا نبوغا عن أخيها الرجل صحيح وأنا أود برضو لهذه الثقافة المعاصرة التي اختزلت المرأة أنها مجرد شهوة أو جنس أو عورة أو أن كل ما تأتي به فهو أمر يخجل أنا أرجع وأقارن لهؤلاء الناس الذين وضعوا بلادنا ووضعوا ربيعنا جعلوه خريفا على المرأة المصرية والمرأة العربية سواء التونسية ولا المصرية ولا الغربية ولا الشرئية بكل أسف أقول لهم جميعا اتقوا الله في عدل الله في حقوق المرأة رب العزة عندما يقول أني جعل في الأرض خليفة ما معنى الخلافة أو الاستخلاف أي أنني مكلفة بتعمير الأرض تعميرا كاملا بكل أبعاد صناعة الحياة والتعمير في الجوانب العلمية والسياسية والتطبيقية في كل شيء لم يخص الله سبحانه وتعالى استخلاف الأرض أو تعميرها لأخ الرجل فقط أبدا بتاتا نأتي للواقع المؤسف المرأة العربية في مأزق حقيقي ولذلك أقول لهنا جميعا فتيات كبار شيوخ أنكم لا بد أن تتمسكوا بعدل الله لك في كل حقوقك وأنا من هذه الأموم أذكر أن اللفت الكتاب من ربع قرن مضى سميته المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق وكانت من 30 أربع إنسانك أفضل حالا مما نحن عليه كأنني كنت أقرأ هذا الفقه الصحراوي البدوي الذي غطى عدل الشريعة الإسلامية لحقوق المرأة ودعني أقول لك مثال عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها عندما جاء إليها رجلا كانها يقتل ويطلب منها أن تجيره وأن تلقي عليه الحماية هل تستطيع أي إمرأة في هذا القرن أن تفعل ذلك فغضب منها الإمام علي كرم الله وجه فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم أنا بعد هذه القصة للمرأة أن تكون قوية أن تكون فاعلة أن تتمسك بشريعة الله وبعدل في كل حقوقها فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد أجرت فلانا ابن فلان وكان أحد أقرباء أولادها ولكن ابن أم غضب من ماذا يقول لها صلى الله عليه وسلم شوف الرفع نعم رفع الكينونة للمرأة أجرنا من أجرت يا أم هانئ الله هل تستطيع أم هانئ هذا الزمان تفعل هذا أدي واحدة الثانية نسيبة بنت كعب التي يعني مارست بيعة العقبة الأولى والثانية والتي تصف كما قلت بأنهم كانوا يسيروا في جنح الليل هذه المرأة العظيمة الفارسة الكبيرة القوية عندما يتوارى القوم عنه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وهي تقول فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المتوارين فيقول له اعطي ما في يدك من رمح وقوس لأم عمارة وتصف أنها بقيت سنة كاملة تعالج الجروح التي أتتها من هذه المعركة الإمام الزهبي عندما يقول لم يعرف عن امرأة أنها كذبت في رواية الحديث أنا بدي أدوم نماذك سريعة مما جمعته في مؤلفي نأتي لشيخ ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي موسوعة القرن السادس الهجري ماذا يقول عن إحدى شيخاته وكانت اسمها شهدة بنت أحمد البغدادي يقول بموت شهدة شيختي خلي بالك من كلمة أستاذتي شيختي نقص علم العراق وكم كانت العراق في القرن السادس الهجري فعندما يرقى تلميذ أو أحد طلاب شهدة بأن نقص علم العراق بالتأكيد سوف ينظر للمرأة بكل الاحترام والتقدير ولا تختزلها إنها مقرد وأنا متأكد أن بإمكانك أن تعدد لنا آلاف الشواهد ومن مراجع متعددة ذلك عصر جميل أنصف المرأة لكنك أشرت إلى الفقه الصحراوي الذي دمر المرأة المسلمة كما أشرت الدكتورة آمينة نصير هناك فقه صحراوي بدوي لا يفرق بين الناقة والمرأة استغفر الله يعني ناقل الكفر ليس بكافر عدورين الدكتورة ويتعامل مع المرأة يعني مثل ما أفتع على سبيل المثال شخص يدعى العرايفي أن أيتها المرأة اذهب إلى المجاهدين ومتعي نفسك بهم ربع ساعة وتنقل بين المجاهدين أو آخر يقول أن المرأة تتخذ للمتاع يعني من المسؤول عن هذا الفقه الصحراوي وما هي معالم هذا الفقه الصحراوي ومن المتسبب في انتشار الفقه الصحراوي في خط طنجة جكرتة ولماذا أصبحت لهذا الفقه الصحراوي فضائياته ومنابر وعلماء الريال دعينا نقول ذلك بكل صراحة نعم أحب أن أضيف أمر أنه بالنسبة لما كانت المرأة في صدر الإسلام أنه كان لها إسهام في العلوم في الأحداث الثقافية في عصرها كان لها مكانة اجتماعية عالية كان لها رأي في السياسة ولكن بعد صدر الإسلام وإنهزامات في المجتمعات العربية وظهور فقه متحجر وأضى بذلك يعني أثر على المرأة وضعفها متى بدأ يظهر هذا الفكر المتحجر الصحراوي نعم بعد عدة انهزامات في مجتمعات العربية يعني في مرحلة الانهيار الحضاري الكبير نعم وظهور آراء وفقه متحجر والمرأة انزوت انزوت وقل مشاركاتها في في الثقافة في العلوم في السياسة فمازلا عندما نتذكر أن المرأة بالأندلوس أنه قد كان لها مكانة في مجتمعها ومشاركتها في مختلف العلوم والفنون نعم وفي السياسة إلى جانب زوجها كان لها مشاركة في الفقه في العلوم الدينية يعني أنت بالمناسبة لديك كتاب عن إسهام العلماء المسلمين في الحضارة في الأندلوس هل يمكن أن تعدد لنا بعض أسماء النسائية لعبنا دورا كبيرا في تأجيج الفعل الحضاري كانت صبح كان لها دور في السياسة مهم الصبح صحيح نعم اعتماد الروميكية واللادة بالنسبة للأدب واللادة الأندلوسية نعم كان في أسماء كتير من أديبات شاعرات كاتبات كانوا كمان اشتهرت نساء بكتابة المصاحف بخط المصاحف في الأندلوس اشتهر أسماء خطاطات بمن خطوا المصحف الشريف كانت لها مشاركة فعالة بناءة بالسياسة بالأداب بالعلوم حتى فاقت زميلتها المشرقية بالنسبة للأدب والعلوم وكان لها مكانة عالية في مجتمعها حتى فاقت كما قلنا زميلتها المشرقية في ذلك وخصوصا في عصر ملوك الطواف كان لها مكانة أكثر ويعني رغم لما نذكر عصر ملوك الطواف أنه عصر انقسامات عصر اختلافات سياسية ولكن كان هناك ازدهار كبير بالنسبة للعلوم وكانت للمرأة الأندلسية مشاركة فعالة وبناءة بذلك العصر من الأندلس وهذا السؤال للدكتور أمال جرامي الدكتور أمال من الأندلس إلى البؤس يعني البؤس الإسلامي الراهن للأسف الشديد يعني رأينا كيف يقوم عناصر الطالبان وكانوا يقومون برجم المرأة المسلمة وحراقها رأينا في سوريا مثلا عناصر جبهة النصر القاعدة كيف يضربون نسوة محجبات بالسياق بحجة أنهن زواجات لضباط أو عاملين في الدولة السورية رأينا في الجزائر كيف يقوم العنصر من القاعدة الجماعة الإسلامية المسلحة بحراق وجه المرأة بالسائل الناري بحجة أنها غير محجبة نريد تفصيل إذا سمحت في معالم الفقه الصحراوي ما هي مهية هذا الفقه الصحراوي لأن الذي ظلم المرأة اليوم ليس للأسف يعني العلمانية العربية ولا حتى الدكتاتوريات العربية إنما الذي ظلم المرأة اليوم هو فقه قيل أنه إسلامي هو فقه قيل أن صانعه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبالتالي نحن أمام جماعة سرقت الإسلام وسرقت محمدا وسرقت القرآن وسرقت النص الإسلامي بالكامل الدكتور آمن شرط لفقه صحراوي ما ما هي مهيته ما هي معالمه من هم رجالاته ليفهم المشاهد من الظالم الجديد للمرأة اليوم إن سمحت لي سأعقب بإيجاز شديد إذن حول ما ذكر أعددت الضيفتان إذن مجموعة من النساء اللواتي شاركنا في بناء هذه الحضارة ولكن أنا أفضل دائما أن لن نستعمل كانت المرأة كانت المرأة في الماضي فلدينا نماذج مشرقة أيضا من القرن التاسع عشر ومن القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين بمعنى لا يمكن أن نخفل عن المشاركة النسائية في عصر النهضة هناك نساء ساهمنا في الحركة النسائية في مصر وبلاد الشام ولا يمكن أن نتناسى دور إذن هدى الشعراوي وسيزان نبراوي وشفيقة الدرية ونظيرة زين الدين في لبنان وغيرهن كثيرات بمعنى اليوم يجوز لنا أن نتحدث عما سميته في مقال سابق اختراق النساء أسوار المعرفة الدينية بمعنى سرنا نسمع أسماء ومساهمات لنساء في العصر الحديث أدلينا بدلوهن في الاجتهاد الديني أو في التجديد النص الذي يتعامل مع قراءة المنتج الديني أو لنقل لهن تصور ولهن رأي ولهن فكر نقدي في التعامل مع التراث الإسلامي عموما دكتور أمال إذا سمحت دكتور أمال لكن قرأنا وسمعنا وأيضا تتبعنا أثار سهير القلماوي مثلا في مصر هناك من كفرها نوال السعداوي سميت بالشيطان الملعونة يعني المرأة كان ينظر إليها على أنها شيطان فما بالك إذا أنتجت فكرا وثقافة وأرادت أن تعلم الرجال أسالي بالحكم مثلا نعم ولكن إذا ما قررنا ذلك بوضع المرأة في التراث السوفي المساء المختلفة تماما كان الرجل يجلس في حضرة المرأة وهي المعلمة وهي العالمة التي تفد إليها جحافل الرجال ليجلس في مجلسها وكانت تنتقد سلوكهم أتذكر هنا حادثة طريفة وهي أن أحد الذين جلسوا إلى سيدة صوفية كانت لها مجلس في الأندلس إذن نظر إليها وقال ما أجمل الحناء في يدك فطردته فقالت له إنك بما معناه بمعنى في اليوم الذي تتجرد فيه من حواسك الجنسية وتنظر إلي باعتبار مصدر للمعرفة ستعود إذن أعود إلى سؤالك لأجيب عنه اليوم نحن أمام ظاهرة اختطاف الدين الإسلامي ما أسميه بظاهرة اختطاف الإسلام بمعنى كل ما نراه من ظواهر في الحقيقة هذه الظواهر المتشددة هي تمعن في تشويه الإسلام ومن المؤسف أن فئة من المسلمين انخرطوا في لعبة تشويه الإسلام ولكن هناك أسباب متعددة هناك من يعي هذا الدور ويقوم به عن طوعية مقابلة أموال تهدر في هذا الاتجاه ولكن ضمن مخطط استراتيجي إذن لهدم الإسلام وتشويه سورة المسلمين ولكن هناك أيضا فئات مظلل بهم بمعنى تعتقد عن جهل أنها تنساق في إرادة أسلمة البلدان العربية بعد الثورات خاصة وإذا ملتقى الجهل والفقر والمال أدى إلى هذه الظوار الهاجينة التي نعيش باستمرار على إذن وقعها وحتى تونس التي كانت محصنة بين الظفرين وبمعزل عن هذه الاختراقات نرىها اليوم تطرح فيها قضايا إذن من قبيل ختان البنات ومن قبيل إذن زواج القصر والاستمتاع بالنساء إلى غير ذلك هذه الظوار عابرة للحدود بمعنى معولمة وهي حركة كما قلت تستهدف بناء علاقات غير سوية في المجتمع لأننا لا يمكن أن نبني بثقافة الكره ولا يمكن أن نبني مصارى الانتقال نحو الديمقراطية بشحنة الطباغذ ولا يمكن أن نبني معا إذا كنا نقيم جدرانا عازلة بين الناس ونكفرهم وننتصب بديلا عن الذات الإلهية لإذو حاسب الناس دكتورة أمال صحيح الإسلام مختطف ويبدو أن الصوت العقلاني الصوت الإسلام المحمدي الأصيل بات خافتا دعيني أنتقل إلى الدكتورة آمينة نصير في القاهرة الدكتورة آمينة في الخطاب الإسلامي اليوم في المشهد الإعلامي العربي فيما نسمعه من أصوات في منابر المساجد ومنابر الخطابة والأحاديث السياسية هناك فكرة خطابان وللأسف الخطة الثالث يبدو غائبا وسوف تفسرين لما غاب هناك اتجاه يطالب بأن تكون المرأة محاكية للمرأة الغربية بالكامل يعني المرأة الغربية يجوز لها أن تفعل ما يحلو لها بدون قيود بدون شروط يجوز لها أن تتعرى يجوز لها أن ترقص يجوز لها أن تعرض مفاتينها يجوز لها كل شيء وبالتالي لا يمكن للمرأة المسلمة أن تنتقل إلى الفعل الحضاري ما لم تكن مثل المرأة الغربية في تسريح شعرها في طريقة أغنياتها الغربية في طريقة ملبسها وما إلى ذلك وهناك خط ثاني هو الذي ساد هذه الأيام في العالم الإسلامي يجب على المرأة أن تكون منقبة غير مكشوفة المحية تجلس في بيتها وربما بعض الأزواج بالفعل يقومون بدق المسامير في النوافد حتى لا تفتح المرأة النافدة وبهذه الطريقة ضاع الإسلام من ينقدنا يا دكتور آمنة والله حضرتك يعني نكأت الجراح بحق في هذا الطرح الثريء الرائع للأسف يعني المرأة في بلادنا وفي بلدي بالذات لدي أمية أبجدية عالية جدا وهو أمر مخجل ومخزي فإذا زحفت الأمية حدث ولا حرك هذه واحد الثانية أنا أبحث عن كيف نصل إلى عظمة هذا الدين في وسطيته وفي حضارته وفي إنصافه للمرأة بهذا التوسط الوسطي هو الذي أسعى عليها أكثر من أربعين عاما لكي نحتفظ بالآتي خصوصيتنا الثقافية الإسلامية دون تبرج ودون إغلاق ودون إسفاف ودون إنهيار أنا دا اللي أبحث عنه نرسخه لكن لا جزاهم الله غيرا الذين هبوا علينا من دول الجوار بهذا التطرف وبأموالهم الغزيرة وأفكارهم المتحجرة التي سلطت على المرأة القاعدة الفقهية دون ما وكه حق درء المفسدة عن طريق درء المفسدة حرم المرأة المسلمة من الكثير نسوا تماما النص القرآن الكريم للنهوض بالمرأة وليس بغرس العين الوقحة على المرأة قل للمؤمنين يغض من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم لا النقاب يغض البصر ولا النقاب يولد ولا يمنح عفة دي أنا بحكي عن قضايا قتلتها بحثا على أرض الواقع ومن خلال النصوص المختلفة إحنا في أزمة العالم العربي أن يفتقد هويته الوسطية الحضارية الجميلة والنظرة الراقية للمرأة ولا نركز كما قلت في أحد محاضراتي العامة في إسكندرية عندما قلت نحن أصبحنا أمة غطاء المظهر وفساد الجوهر الجوهر للأسف أصبح الآن فيه فساد كثير مع الإمعان في هذا الغطاء ومع الإمعان في هذا التخفي ومع الإمعان في هذا المظهر السقيم الذي يعني جاوروا فيه للفقه اليهودي لدى المتطرفين لديهم وتكلمت في محاضرة علمية من خلال تخصصي بأن النقاب ليس له دخل بالإسلام النقاب شريعة يهودية وارجعوا لسفر التكوين في العهد القديم ارجعوا للتلموت ارجعوا للمشنة والجمار قامت الدنيا ولم تقعد انتقلت إلى النقطة الثانية تعالوا نطبق شرع الله غض البصر من قبل الرجل ومن قبل المرأة حتى تسود السقة في نفس المرأة وأنها لا تختزم في الشكل ويبقى الجوهر من الداخل ينعت فيه كل المفاسد للأسف 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 أنا أحس بحسرة وهوان لوضع المرأة ما بين الإغلاق القاتل القاتم وما بين الانفجار لأن كلما يا أخي الكريم كلما زاد التطرف زاد الإلحاد وزاد النقيد نحن الآن نسكو دكتورة آمنة صدقيني أشاركك أوجاعك أطراحك عداباتك وقد جعلتيني أدنو من أحاسيسك بالفعل ولذلك دعيني أمضي إلى فاصل على قاعدة سرية حصاني قبل أن يطول لساني عسانا نستريح قليلا من وهجاء ما يجري اليوم في العالم العربي مشاهدين إلى أروع الكلمين بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم من جديد نحن نعالج هموم المرأة العربية والمسلمة وسط الفقه الصحراوي الذي ساد في المدة الأخيرة وراد أن يسلب المرأة حقها لكن قد تتسألون هذا الفقه الصحراوي دبح الصغار والكبار فكيف لا يدبح المرأة العربية أليس كذلك الدكتورة مال الجرامي من تونس حيث أنتم مهددون بغزوات عديدة تستهدف الثقافة والحضارة في تونس وتستهدف أيضا مكاسب النساء باعتبار أننا سرنا أشواطا وقد تقدمنا في إطار كسب مزيد من الحقوق ولكن أنا أبقى متفائلة نوعا ما باعتبار أنني أجد شخصيات نسائية برزنا ما بعد الثورة أجد نساء في مجال القانون إذن يكابدنا ليلة نهار من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة ودولة المؤسسات ودولة القانون ودولة استقلال القضاء أجد جمعيات من المجتمع المدني منظمات غير حكومية أصوات جديدة برزت وما كان بالإمكاني أن نراها في النظام القديم ولذلك أنا أستبشر خيرا بهذه الأصوات التي ترتفع وطالما أن هناك هذه الإرادة للمقاومات دكتور أمال نعم في خضم هذا الاستبشار في خضم هذه الرؤى المتفائلة لكن المرأة التونسية خائفة من الإسلام التونسي لماذا؟ من الإسلام في وجهه المختطف أقصد هذا التطرف وهذه الثقافة التي تؤدي إلى الاعتداء على النساء واتخاذ أجسادهن مطية لتحقيق المصالح السياسية بالفعل هناك إهانات لحقت الإعلاميات المثقفات ولعلي أقول أن نسبة الاعتداء على النساء وخاصة النخب تكاثرت فيما بعد الثورة لم نكن نعرف أنه بالإمكان الاعتداء على دكاترة في الجامعة لم نكن نعلم أنه بالإمكان تشويه النساء أيضا لأننا نبحث عن المعلومات من يهين قلت أن المرأة تتعرض إلى إهانة في الجامعة من الذي يهين؟ من الذي يهين؟ خصوصا وأن هناك ضمانات بأن الحق مكفول للجميع بالتعبير بالعمل السياسي وما إلى ذلك نعم ولكن لا شك أنكم على علم بما شهدته كلية الأدب بمن نوبة في السنة الفارتة من غزوة السلفية إذن التي أطاحت بمعايير بناء علاقات منسج ما كانت لذا بيننا وبين طلبتنا أصبحت الفضاء الجامعي وهو فضاء لإنتاج المعرفة محتكرا من ضمن جماعات غريبة وفدت إلى الكلية وانتصبت للدعاية أو شبه الدعاة الجدد كما أسميهم لأنهم لا يمتون بصلة إلى الإسلام وإنما يحترفون هذه الصناعة الإعلامية الجديدة لأشباه دعاة يروزون لفكر لا سلة لنا به إذن أيضا الإنعكاسات ما زالت مترتبة في معاهدنا الثانوية في مؤسسات مختلفة إذن هناك اعتداءات على النساء اللواتي يجسدنا المقاومة وأعني هذه الأصوات التي تتكلم وكأنها محاولة لتخويف أو إرهاب النساء أو تصميط الأصوات التي تزعج والتي تربك ولذلك كل إمرأة ترفع صوتها أو تكتب مقالا أو تعبر عن احتجاج في مظاهرة أو غير ذلك هي إمرأة إذن تعرض نفسها إذن لإهانة أو للتشويه عبر الفضاء الافتراضي للتواصل الاجتماعي اليوم في فيسبوك نلاحظ عمليات تشويه يومية للناشطات الحقوقيات وللمثقفات ولغيرهن كثيرات نعم دكتورة أمال أرجو أن تبقي معي دكتورة سوها سمعت إلى كل هذه المداخلات الدكتورة أمينة نصير تقول هي حرقة للمرأة المسلمة أننا واقعات وتشير إلى النسوة واقعات تحت خطابين سمجين خطاب تغريب قح وخطاب ظلام قح الدكتورة أمال تقول نعم هناك تخوف من هذا الإسلام الذي لا يرتكز إلى الشرعة المحمدية الحقيقية في خضم هذه التهديدات من الداخل الإسلامي وأنا هنا لا أتحدث عن هجوم عسكري أمريكي أو غزو صهيوني على بلادنا نتكلم عن تهديد في الداخل الإسلامي داخل الدائرة الإسلامية كيف تعيد المرأة المسلمة الألقى إلى دورها وتتصدى لهذا الاستهداف المبرمج لدورها في الحياة العربية والإسلامية لا شك أنه في فئة تقوم بتشويه تشويه صورة الإسلام ومحاولة لانزواء المرأة تهميش المرأة ولكن دعيني أقول دكتورة سوها ولو كمداخلة هذه الفئة التي تمثل الفقه الصحراوي تملك كما قالت الدكتورة آمنة أموالا نفطا أبار غاز تملك قرابة سبعين فضائية تنفت السموم التكفير والقتل والموت ولعن المرأة وجلد المرأة ومعاقبة المرأة وتعدد الزواجات واتخاذ الإيماء وجاءونا فيما بعد بزواج المسيار والعرفي والمساكنة والمجاهدة والمكافحة عفوا والمكافحة إذن نحن أمام تحدي خطير كيف أنت كمرأة مسلمة في ظل غبن الرجال في ظل التهاء الرجال بالتكفير فيما بينهم وقتل المخالف كيف تتصدين لهذا الحريق الداخلي المرأة لها دور كبير في هذا المجال في المجتمع سواء كانت باحثة سواء في التربية الأسرية دورها بالوعي وبالإضافة لذلك دور وسائل الإعلام لها أكبر دور في ذلك ومثلا حتى وسائل الإعلام انشطرت هناك وسائل الإعلام تكفر المرأة ووسائل الإعلام تجعل من المرأة ممثلة إغراء الوسطية عدمت اليوم لا وجود للوسطية ودور المفكرين لهم دور مهم والباحثين وعقد ندوات ومؤتمرات ومن أهم المؤتمرات على سبيل المثال الذي شاركت فيها من جديد في مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية كان من أهم المؤتمرات التي عقدها في طهران وبالفعل هذا المؤتمر أعطاني تشجيع وحافظ أنه بقدرة المرأة على التغيير كان لها رغم كل الأمور التي تحصل بالنسبة لتشويه للدين لتهميش المرأة ولكن أثبتت المرأة وجودها أثبتت وجودها في الثورات يعني هذه قد تكون واحدة أنا أيضا شاركت في مؤتمر حقوق المرأة في الإسلام كان أربع رجال على المنصة وخمسمة رجل حاضر والذين تعاقبوا على الكلمة كانوا رجالا فسألتوا الموضوع حقوق الرجل في الإسلام قالوا لا حقوق المرأة فلهم لم أرى المرأة ها هنا لم أشاهد المرأة هل يمكن أن تنوبوا عن المرأة حتى في الدفاع عن قضاياها الخاصة دكتورة آمنة مرأة يوكي وصايا وصايا جوه وبره قوامة ما رأيك يا دكتورة آمنة ده اغتيال نفسي للمرأة على فكرة نعم ده اغتيال اغتيال نفسي للمرأة ونوع من الوصايا وللأسف مؤسساتنا الدينية في المشرق والمغرب العربي لا تعطى للمرأة أي موضع قدم أنها تكون عضو في داخل هذه المؤسسات حتى تبين قيمة المرأة وحقوق المرأة وإنصاف المرأة بدل تضيعها أو اغتيالها وللأسف الإلكترونيات المعاصرة التويتر والنت يعني ما فتح باب لقبح الكلام وأنا أعني كلمة قبح الكلام ما لأبي هذه الإلكترونيات في اغتيال المرأة أنا أقول لهم كفاكم دكتورة آمنة فتحت شهية للأسئلة والنقد وحتى جلد الدات لأنه لم تصبح لنا دات يعني فقهاء الإسلام أو فقهاء الناتو مثلا أو مشايخ الإسلام الذين استضعفوا المرأة واغتالوا المرأة قلت كلمة اغتيال وأنا أحييك على اختيار المصطلع عندما تأتي السيدة هيلاري كلانتن إلى بلادنا يتأطئون رؤوسهم ويركعون لها ويقولون لها يا هيلاري لبيك وسعديك نحن بين يديك يا هيلاري يا هيلاري لولا الخوف والخجل لحولنا الكعبة إلى دارك في واشنطن يعني ما هذا التناقض ما هذه الشيزوفرينيا في الشخصية المسلمة نعم والله أنا اللي بحي حضرتك على أنك دربت هذا المثال المرأة في الغرب لها كل الإجلال والإحترام ولها كل الحقوق لكن المرأة في بيوتهم في الشرق لها كل الدنو والإزلال والاغتيال وإجليسية امرأة في بيتك رب العيال وكنس الدار وكفاكي هذا وبوسي إيدك مقلوبة ومعدولة أنا نفس هؤلاء الناس نفس هؤلاء القوم نعم نفسي من هؤلاء القوم وأحلم بالله إنصافا لهم وإكراما لفروسيتهم إذا وجدت أنهم ينظروا لمستقبل المرأة المرأة دي ما هيش الزوجة فقط ما المرأة دي يا أخي الرجل ويا ابن الرجل ويا حفيد الرجل المرأة دي ما هي التي احتفى بها القرآن الكريم أنظر كم امرأة ذكرت في القرآن وذكرت في تراثنا الإسلامي من أول هذا من أول هاجر رضي الله عنها التي صارت قزء من النسك الحق أنظر إلي آسيا زوجتي فرعون أنظر إلي مريم بنت عمران سورة بأتماله يا سيدة نساء العالمين أنظر إلي آمنة بنت واهب انظر إلى هؤلاء النسور اللواتي احتفى بها قرآننا وحديثنا وتراثنا انظروا لمستقبل المرأة والله وكلما ارتقت المرأة وكلما تمتعت بشرع الله الوسط الجميل بحضارته وبعزته وبقوته للمرأة التي مرسته في عهده صلى الله عليه وسلم سوف يكون مجتمعنا اعظم وتكون بلادنا اجمل ويكون تاريخنا احفل بالاحترام وبالرقي حتى نكون نموذجا للاخرين دعنا اقول لك كلمة قالها احد الاخبار من كانتر باري جاء اعطى محاضرة من 15 سنة وحتى حطيتها في بداية احد الكتب وقال محاضرة في جامعة الاسر في قاعة محمد عبد العريقة قال والله لو انصف الرجل المسلم في الشرق بما جاء في الاسلام للمرأة لا اسلمت المرأة في الغرب احنا لدينا تراث رائعة لدينا حضارة رائعة انا ولذلك لما اجد مثل هذه النظرات المتطرفة ذات اليمين او ذات الشمال كنت ارفع شعار انا لا اريد اكثر مما تمتعت به اخت الصحابية لو انا تمتعت بما تمتعت به من حقوق ومن قيمة ومن مكانة تعالوا الخولة بنت سعلاب وهو يتوقف الخليفة العظيم عمر بن الخطاب تقول له تعالى هنا كنا بنقول نسمينك عمير ثم اصبحت عمر ثم اصبحت امير المؤمنين الله يعطيني بالقنطار وانت تحاسبني بالدرهم والدينار وتوقف وماذا يرد عليها شوف دات عظيم من قيمة المرأة ومن رأيها اصابت امرأة واخطأ عمر ونحن الان لا يوجد اي اصابة لأي امرأة للأسف والاكثر من ذلك دكتورة آمنة يعني حتى قرآنيا حبد لو تذكرين بسبب نزول الآية في سورة المجادلة قد علم سمع الله صوتا التي تجادنك في زوجها نعم احسنتي احسنتي نعم وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركما نعم فديما هي خولة بنت سعلاب احنا لدينا نساء في العهد الاول وكانوا لسه يعني ملهمش كام سنة في فترة قبل الاسلام ومع هذا نجحت المرأة واعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم كل القيمة والمقام ما قال لهاش انتعورة ولا انتر لما كان يجرح اي جريح في الغزوات ويقول اذهبوا به الى خيمة رفايدة ما قالش رفايدة هتحط ايطة على الرجل وتلمسه يا ده يا ده هتجرى مصايب لا احنا في محنة نحن في محنة بحق يعني هنا هنا دكتورة امنة هناك اشكال اطرحه على الدكتورة امال الجرامي الدكتورة امال المرأة العربية لأبت دورا كبيرا في ايصال الثورات العربية القديمة ضد الحركات الاستعمارية الى الاستقلال السياسي يعني المرأة كانت حاضرة في النهضة العربية في الثورة الوطنية ضد الاستعمار لان الحراك الذي جرى اليوم كله حراك بعين امريكا للأسف الشديد يعني عندنا في الجزائر مثلا حسيبة بن بوعلي تعرفيها رحمة الله علي عندنا فاطمة سومر هذه المرأة التي لما تزوجت قالت لزوجها يا زوجي اني نذرت لله ان اموت شهيدا فارجو ان لا تدخل علي وبالفعل لم تكو لزوجها ليلة زفاف قال لها يا فاطمة لك ان تموت شهيدا وكان يسميها الفرنسيون جانداراك الجزائر وكانت تقاوم جنرالات فرنسا في الجزائر وفي مصر هناك مئات النسوة الرائعات انا اسميهم الرجال حقيقة في عالم غاب فيه الرجال في عالم تخنث فيه الرجال يعني لماذا المرأة التي قدمت كل ما قدمت في مصر رأينا حضورها مثلا في ميدان التحرير في تونس في شارع الحبيب بورقيبة لكن عندما وزعت الحقائب الوزارية وعندما وزعت حقائب السيادة والمسئوليات وزعت على الدكور او كما يقول محمد عبده على النطيحة والمتردية والموقودة وما اكل السبوع والجيفة ايضا ما ذكرته صحيح بمعنى الذي يتصفح كتب التاريخ سيجد صفحات مشرقة لمساهمة النساء في الكفاح المسلح لنيل الاستقلال اذا سواء تعلق الامر بالتجربة التونسية او بالتجربة الجزائرية التي دفعت فيها المرأة روحها وتجندت من اجل تحرير بلادها الى غير ذلك اذا ما صار الدولة القطرية وبروز دويلات ما بعد الاستقلال هي في الحقيقة تعترف باسهامات النساء ولكن ما حدث بعد الثورات العربية او بعد الحراك العربي انشئتها هو اننا نشهد تنكرا لمساهمات النساء ونشهد موجة من تهميش النساء بدءا بتونس وصولا الى اليمن في الحقيقة مساهمة المرأة كانت مرئية رغم انوف الجميع اذا تناقلتها وسائل الاعلام وان حاول البعض منها تمس هذه المشامركة ولكن كانت بارزة في اليمن بصوتها الجوهري وبي علاماتي على ايديها دكتورة امال يشير لي المخرج ان الوقت انتهى انا اقول للمخرج يبدو ان الوقت هذا ذكوري ظالم ويتأمر على المرأة اعدكن سيداتي بنفتح لكن المجال فانتنا عطيتمونا نحن معشر الرجال دروسا في الفكر في الجدل في الثقافة احيي كنا مشاهدين المرأة التي تهز المهدى بيسارها تهز العالم بيمينها لكن نحن معشر المسلمين في خط طنجة جكرتا قطعنا يمناها وقطعنا يسراها فقطعنا رقابنا وقطعنا نهضتنا وتنميتنا الدكتورة امال لجرامي من تونس شكرا جزيلا لك وحياك الله وبياك الدكتورة المفكرة امنا نصير من مصر العزيزة شكرا لك وحياك الله وبياك الدكتورة سوها بعيون جزاك الله خيرا شكرا لك شكرا لك دكتورة امنا ولا تلسيني من صالحي دعائك ان شاء الله مشاهدين وصلت حلقتنا الى تمامها الى نلقاكم هذا يحيى ابو زكريا يستودعكم الله ويقول لكم امكم ثم امكم ثم امكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واذهره الله عليه واذهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ان تتوبى الى الله فقد سغت قلوبكما وان تظاهرى عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا اقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم آخر